السلام عليكم بما اننا دخلنا في وصل الخليف والجو بدأ يبارد حبيت النهاردة اقدم لكم وصفة لذيذة جدا للفطار بتتقدم دافية ويا سلام تدفي كده في عزة ايام الشتاء والخليفة البردة هنعمل النهاردة مع بعض شعرية بالحليب او شعرية بلبن زي بنسميها في مصر وصفة لذيذة وسهلة وبسيطة من تنفع تحليه وتنفع للفطار تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي بس قبل ما نبدأ اتمنى لو حبيتوا الفيديو بتاع النهاردة تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي لو لسه اول مرة تنوروني ويلا نبدأ بسم الله اول حاجة في حل على النهار المتوسطة هعط معلقتين من الزيت وعليهم معلقة واحدة من السنة وممكن تستبدلهه بمكعب زبدة لخب هضيف كوباية واحدة من الشعرية وممكن طبعا تزوديها لحسب عدد افراد وهنبدأ بقى نحمر الشعرية نقلبها في كل الاتجاهات على نار هادئة او متوسطة ومهم ان احنا ما نعليش النار عشان يبقى كلها لونها مؤحد ما نلاقيش شوية حمارة واكتر من شوية ده اللون انتهى بالجميل اللي احنا عايزينه او ما توصل للمرحلة دية هضيف لها كوبايتين من المية يعني كل كوباية شعرية بتاخد عندي كوبايتين من المية مية عادية خالص من الحنفية هنزل بقى كده الاطراف واول ما تبتدي تغلي هروح مهدية النار عليها وهنسويها على قليل درجة حرارة زي ما نسوي الرز كده هنغطي ونسيبها على نارها دية لمدة عشر دقيق وبعد ما فاتوا العشر دقيق هنلاقي الشعرية بتاعتنا مستوية كويسة جدا ده شكلها ولونها المميز نتأكد طبعا ان هي استوت كويس وبعدين نبدأ نضيف الحليب لكل كوباية شعرية هنحط كوبايتين من الحليب يعني نص لتر هنضيف الحليب وهنضيف كمان السكر طبعا السكر بيبقى حسب الرغبة انا حطيت نص كوباية من السكر ممكن تستبديلي بعض النحل او تشوفي على حسب رغبتك تتزودي او تقليلي ونضيف كيس بانيليا ونقلب اول ما تغلي يبقى كده خلاص الشعرية بتاعتنا بقت جاهزة للأكل تتقدم طبعا دافية ويا سلام كده بقى على الفطار في الجود للشاتة الجميل اللي احنا فيه ده مين فيكو بيحب الشتة وبيحب المأكلات الدافية بتاعته اتمنى تحطولي في الكومنتات لو حد بيحب الشتة زي زيينها بقى بشوية جوز هند وحبت مجسرات لو عندك ويا سلام طبق دافي وجميل ينفع تحلية وينفع فطار اشوفكم بقى الخير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته